اللام بلاء واليأس هي أبرز المشاعر التي تسود المجتمع العراقي فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية القادمة ومسألة المشاركة فيها وفقاً لمركز بيلفر للعلوم والشؤون الدولية الأمريكي الذي أكد في استطلاع له بأن معظم العراقين باتوا على قناعة الراسخة بأن الانتخابات الجديدة لن تحقق لهم أي شيء يخفف من وطأة واقعهم الحالي فيما أكد آخرون بأنهم لن يتواطئوا مع ما وصفوها بجريمة الاشتراك في الانتخابات القادمة والتي لن تصفر إلا عن إعادة تدوير لنفس الوجوه السياسية والحزبية المتهمة بالفساد وإشاعة الطائفية وإيصال العراق إلى هذا القاع الخطير في كل شيء وكالة فرانس بريس نقلت آراء لعراقيين قالوا إنهم يشاهدون الملصقات الانتخابية للسياسيين في الشوارع لكنهم لا يعرفون أصحابها من المترشحين للانتخابات أو لا يعرفون برامجهم لأنهم غير مكترثين صراحة بالبحث والتقصي عنهم عزوف شعبي واسع لم يكن نتيجة موقف طارئ ولم يكن محض صدفة فالثمانية عشر عاما الماضية كانت كفيلة في غرس اليأس والإحباط في نفوس المجتمع من إمكانية أن تقوم العملية السياسية بنهجها الطائفي وفسادها على اشتراح أي خطة للأصلاح أو إيقاف هذا التدهور العام والذي جعل العراق في المراتب الأولى في قائمة أفشل دول العالم وأكثرها خطرا وفقا لمنظمة ميرسر النمساوية وأنكل إلكتروني المعنيين بقياس معايير مقومات الدولة سنادا لبيانات مستمدة من وكالات تابعة للأمم المتحدة تفاقم معدلات الفقر والبطالة وتفشي الفساد في مؤسسات الدولة وتنامي سلوكيات الرشا والأتوات وتجارة المخدرات والبشر وانتشار الجريمة المنظمة التي فقمتها سياسة الإفلات من العقاب فضلا عن غيرها من مؤشرات انهيار الدولة وضعت الشعب العراقي في المرتبة ما قبل الأخيرة بكونه أكثر الشعوب الفاقدة للثقة بالمؤسسات السياسية كالحكومة والبرلمان والقضاء وفق موقع البرومتر العربي وهو ما رسخ حالة عدم الثقة بأي مخرجات انتخابية وفق دراسة لمركز ترينز للبحوث والاستشارات الذي أكد بأن كل الانتخابات التي جرت خلال المدة ما بين الأعوام 2006-2018 كانت منحرفة ومزورة رغم الإشراف الدولي والعربي عليها ولذا من المرجح جدا أن يتكرر سيناريو نفسه خلال الانتخابات القادمة في ظل بيئة يهيمن عليها بالكامل سلاح الميليشيات والمال السياسي والتدخل الدولي والأقليمي لسيما الأمريكي والإيراني